السلام عليكم كيكوش الأخبار معكم محمد الكويفي اليوم بدنا نحكي كيف انت تلاقي منتج رابح بالتطبيق العملي لح نعمل البحث مع بعض الهدف من هذا الفيديو انه انا كان بدي اعمل منتجات لنهاية السنة نعمل فيها تجريب ونشوف شو المنتج يلي ممكن يجب لنا الف بليوم، الفين بليوم فقالت لحي ليش ما اصور الرحلة لان انا عبدور فيها على هاي المنتجات وبدل ما اخر منتجات لألي وانا عمل فيها الكيس تادي اعطيكن يهائي لكم وانتو تعملوا فيها الكيس تادي سيكون فيديو قيم هذا الشي ما بتشوفوا انت على اليوتيوب على غير العادة بتشوف دائما فيديوهات المنتجات الرابحة الخمسة خلو تبلج بهدون انا هقلك كيف وصلت لهم حتى مع بعض ان شاء الله نفهم الكونسيبت يلي انا بشتغل فيه وانت تجيب منتجات لأليك لاحقاً بدون هذا الفيديو بسم الله هنا في عنا طرق مختلفة للبحث عن المنتج في طريقة انه تبحث عن المنتجات الاكثر مبيعاً الاكثر مبيعاً الان بتروح انت باختصار شديد على amazon.com مثلا وتحط هون تكتب 9301 تعمل apply حتى يحط عنوانك كأنو انت قاب بأمريكا فانت حطتها العنوان الامريكي نكتب هون بست سيلر بيطلع لك عندك المنتجات هاي كله ياتا هلا نحن منروح بما انو نحن بالشتة فبتنا نشوف الاكثر مبيعاً بالشتة حاول الواحد دائما يكون منطقي عندك نوع من المنتجات عندك شي اسمه evergreen حفاظنا الاسمها اه اوكي عندك دائم هاي اسمه evergreen يعني منتج دائم دائم بيبيع بالصيف وببيع بالشتة اوكي وفي عندك شي اسمه seasonal موسمي اوكي موسمي seasonal بيبيع بالصيف او بالشتة او بالخريف او بالاعياد حسب العيد شو هو فالاسهل على المبتدئين صراحة انو يبلش بمنتج موسمي اذا بده كاش سريع ويكون عندك منتجات موسمية لك كل موسم فبتضلها بتبيع طول السنة بس كل مرة منتج شكل حسب الموسم وعالمضة الطوية طبعا الافضل انك تاخد منتج evergreen منتج evergreen وتضل شغال اعلانتك طول السنة ما يوقفه ولا اي يوم اوكي فحنا اخد نحن هلأ منتجات بمجال مثلا الهدايا فيك انت تقول شو ممكن يكون هدايا بدي هدايا للامهات او هدايا للابناء او هدايا للاباء طيب بفوت على البيبي هو مكتوب ببي فتنع البيبي اكيد ما هتبيع حفوظات وهيك ليش لانه هدو الشغلات بتلاقيها انت باي متجر فانا ما باخد منتج موجود باي متجر اوكي باخد شي شوي جديد الناس بتشوفه بتقول واو هدا المنتج هاي كواليتي وما في منه بالاسواق او جديد عليي هاشتريه ويكون بالنسبة انه سعره مثلا رخيص نوعا ما مقارنة بسعر البيع يعني ما بدي اشتري شلي بواحد دولار وبيعه بثنين دولار لا بدي اشتريها مثلا بخمسة دولار او سبع دولار وبيع بثلاثين هذا اللي بدي انا اوكي منشوف عندك هون هدايا شايف تفوت على هاي طبعا انا هون بالامازون دوت كوم يلي هو منصة الامازون الامريكية يلي الناس بتبيع عليها منتجاتها في من ضمنهم منتجات من الامازون مباشرة مثلا خلينا نشوف شو فيه منتجات مثلا ها منتج 4 دولار 9 دولار ما حبيعش ب4 دولار 9 دولار ليش يعني كتير رخيص يعني ازا بدك تجيب انت 10,000 دولار من هاي بدك تبيع ألف حبة بينما المنتج طبعك حققه 50 دولار ما بدك ببيع ألف حبة بأقل من هيك بكتير بتجيب 10,000 ننزل 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 على هدا نوعا ما حلو خليش نحطوا هاد منتج عجناب نايس عجبني هذا المنتج هون هم في شي غالي عبدور على الشي انا حققه فوق العشرة هلا ما عبدور على اي شي تاني هذا المنتج نفسه هاد هاد نفسه هاد بصغير شكل غير ديزاين حلو هذا مكتوب هون عند الامز بيقلك 6000 بلس بيع اخر شهر شهره ماضي جاب 6000 بيع بلس فانحنا نفتح لقالي حاسبة نشوف قديش بيطلعه 6000 بيع ضرب هاد دعا حلو بدي اياكم تحفظوه كمان اللهم اني تبرقوا من حقولي وقوتي ولتجوا الى حولك وقوتك اللهم اعني ولا تعان علي وانصرني ولا تنصر علي وهدني ويسر الهدى لي طيب 6000 بيع ضربت 18 ضرب 18 دولار هاد منتج جايب له اديش 108000 الشهر الماضي 108000 ضربه انت دائما ب 33% او 33% عنده مربح يعني 35000 دولار اللي جايبته الكاش من هادول فات على البنك تبعه 17000 وفيه 17000 قادمة هتجي انه بالتجارة الالكترونية حتى لو ربحت انت مثلا 35000 هو ما هيوصل على البنك 35000 حيوصل نصن او تلتن على البنك الان وخلال ايام القادمة حيوصل لك مصاري لانه بضافي هولد للمصاري او حجز للمصاري او ممكن يصير فيه حجز مصاري لمدة معينة مثلا اسبوع اسبوعين لحتى الامازون يتأكد اذا انت عدت بيها الامازون او عند الشوبيفاي حتى بيعملوا او على منصتك الخاصة ممكن يصير فيه حجز الطريقة الوحدة اللي ما بيصير فيه حجز هي انك تبيع بشكل مباشر عن طريق مثلا الواتساب عم تبيع سنة سنتين فلما تكون عم تبيع منصة مثل منصة الشوبيفاي ما عم تعمل لك حجوزات اوكي هلي الشوبيفاي انا بنصح انك تبيع عليها تحط منتجك بهي الطريقة والناس بيشتري منتجك طيب منكمين عندك هاد المنتج هلا كم بيع بيع؟ هاد المنتج بيع 2000 بيع يعني عندك جايب 40000 جايب هاد المنتج اوكي هاد المنتج اجمل هاد عليه 15000 تقييم هاد عليه 2000 تقييم فالسعر هاد اغلى شوي طيب خلينا هاد الشكل انسب يعني هاد الشكل بهي الطريقة صورتين و ايد و رجل احسن من صورة واحدة صورتين احسن من صورة واحدة حفظها هي طيب منكمل شو في عنده منتجات هذا نفسه صورتين احسن من صورة واحدة خلينا نشوف نجاب 1000 بيع هاد بسعر 15 وعنده هون شوية هداية ممتاز طيب انا برأيي هاد المنتج جميل ممتاز حلو ممتاز ممكن ينبع كتير كول بس حتى تبيع هيك منتج انت و تجيب في مبيعات عنا طريقتين اما تجيب المنتج هاد من الصين روح على عليبابا.com تكتب اسم المنتج يلي هو اسمه تنزخ اسم بتحطه هون بتعمل search بتشوف قديش يسعره سعره 2$ اذا بتشتري يتحبه 3.5 حقه اهم بيعطوك معه كل اغراضه ممتاز هاد المنتج نفسه بتشتري انت ب 3.5 3.5 عندك شحن اول تقريبا حيوصل لل 4 حق المنتج هاد ليوصلك وعندك عب تبيعه انت بقديش هون بعشرين كنا عم ببيعه 18 عب تبيع انت هون 18 مثل هاد الزلمين كان بيعه كتير 18 فانت عمدك زياده تقريبا 14 قول 15 اوكي عم بيعه 16 اولا حيزي معك 15 15 في عندك منه كمان تكلفة شحن للزبون حيزيت معك تقريبا 10 العشرة دولار هاي هتكون كافية انك تعمل فيها اعلانات نوعا ما لانو الاعلانات هلا باخر فصل من السنة او اخر 3 شهوم من السنة تكون غالية فانا ما بعمل مباشرة منتج بربح عشرة دولار بحاول زود الربح طب كيف تي زود الربح بدي اعمل طريقة سوي العرض فيها سكسي اما اشتري 2 او 1 ساعة تانية مجانا او اشتري 1 او 1 ساعة تانية مجانا وبخلي سعر الوحدة 25 وباخد الشحن ما بعمله مجاني بعمله الشحن مثلا ب$2.99 يعني بخلي الشحن خفيف انا اتحمل شوي من الشحن والزبون يتحمل شوي من الشحن وفيني اعمل التالي حط مثلا 3 اربع منتجات مع بعض كهدية مثلا تشايف هاد زي ما شو عامل حاضط هدية هدية البدويرة اطلطين البدويرة دائرة مع الظرف عامل هدية فانحنا نفينا نعمل هدية فهيك مثلا متج رابح فيك تضيف هاد شايف هدول الطبعات مع هاي اليد والرجل مع الصورة هدول ثلاثة مع بعض هدية حقهم مع بعض 47 بيع انت ب$49.99 شايف هيك رفعنا الطلب انا هيك انصح انك تعمل انا شخصيا بعمل او بشتغل انا شخصيا بهاي الطريقة اوكي طيب هايك ملاقي منتج هاد منتج من نسبة لي خرج اني جربه يلا هلا على راس سنة هدايا ما هدايا هدية للأبهات هدية للأمهات اذا انت رايح تهدي حدا من رفقاتك صار اب او صار ام هاي هدية مناسبة طيب خلينا نشوف شو في عندن هون غير مجال بيبي ما عد بدي مجال بيبي هاي طريقة المثبت البيع انت هدوش تاخدها انت ضمنان ان تبيع مية بمية لانو اصلا الناس عبتشتريها يعني ما فيه شي جديد هي الشيعة من بع هاي الطريقة الاولى خلينا ناخد مثلا منتجاني بطريقة ثانية نروح على منصة مثل تيك توك تيك توك دوت كوم تيك توك فوق تيك توك ميد مي باي تيك توك خلاني اشتري شي معين تمام؟ وتشوف هون المنتجات المختلفة مثلا هاد المنتج شو هاد اوكي هاد المنتج كل على 28 مليون فيو بعدها نشوف بك بوص على الفيديو شوف امتى نزل الفيديو شوف الفيديو نزل بالتنين اثنين اوكي شوي ادي شوفي شي نزل مؤخرا يعني جديد وبنفس الوقت علي كتير فيوز علي ملايين الفيوز هاد المنتج شو هاد هاد نزل بـ 14 اوكي 20 مليون هاد المنتج اوكي جميل جدا منتج حلو منتج حلو ارجيني هون 20 مليون فيو شهر التاسع من ساعة هاد نازل 25 مليون فيو اهو زي ما بسعب نزل منتج بسعن هاد المنتج من اسبوع هاد المنتج بيروح معك طيب ضغني لقينا سبحان الله بالعادة بيطول شوي ولكن لا لقينا بسرعة هلا شو بعمل انا فوت على المنتج نفسه وبقرأ التعليقاتي عليها هل فيه ناس هتقول من اين يمكننا الشراء باخدها الشي الجديد ما باخدها القديم هاد قديم خمسة مليون اثبت نجاحه على اكيد طيب والناس ما هتروح الامازون تكتب مثلا انت زي عندك هيك ما هتروح الامازون تكتب شاحن بديل للاشرط الطالعي اللي عندي او شاحن حديث او شاحن عشرة بواحد ما هيجب بالك تكتب هيك شي فأنت ما بتدور بالعادة على هيك شي هاد المنتج شفتك لو انت هدية للأب هدية للأم هدية للأطفال المولودين حديثا وشفت هاد المنتج بيناتهم تمام طيب فبنرجع لهوم بنفوت نحن بس بنشوف بنقرأ التعليقات I need 4 جربت اشتري بس ما ما بتوصل الى مكان معين ها الناس بده تشتري ما عم تقول احيانا بيكون الفيديو جاب 10 مليون او 20 مليون او 5 مليون بس لانه الناس عم تتخانق عالكومنتات عم يسبوا بعض عالكومنتات او الناس مفكرين لو انت الشي هو شي تاني انا بتذكر وقت كنت كتير استغنى الفيسبوك وقت كنت بسوريا كان كتير بيطلعنا بوستات هل لون الفلسطان لهاي الممثلة لونه دهبي ولا لونه اخضر عالقلنا ا ولا بي وناس قول ا ا ا ا بي 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 كل واحد حط شكل وتلاقي البوست عليه مثلا مليون لايك تلاقي علي مشاهدات فضيع الناس اذكية استغلوا هاد الموضوع طيب خلي نشوف فيديوهات هون جديدة شوي عشتالاف هل في نفس الموضوع صفر كومنت اوكي مافي كومنت هه where you get from بده يا اهلا اوكي need this cool where you get this from بيروح معك هاد المنتج بيروح معنا قداش بسررنا نشوف شو هاد المنتج كيف نلاقي متلو شو اسمو هاد المنتج اسمو شارجر شوف هاد نزل نحاط الرابط تابعو بوسع الرابط تابعو open anyway اه ممتاز عبيع ب34 هاي صفحة المنتج تابعو عامللو شوية معلومات بسيطة معلومات الشحن هاد عبيبيع الشوفي فاي على اكيد بعدين واضح او جميل جدا كتير حلو كتير حلو انا ممكن اشتريه طيب هاد المنتج بدنا يح كيف انا ادلالك هاد المنتج تكبس هالكبسة بتعمل search with google image فالغوغل بس يدولك على منتجات مشابهه له تختار علي اكسبريس اسمو اربع بواحد هاد عبيبيع هاد عبيبيعو ببيعو ب35 ايرو يعني بتقريبا 36 دولار 37 دولار حقه 5 يورو تشتريه ب35 يورو ب35 يورو تبيعه ب35 عندك 30 يورو مربح عندك 30 يورو فرصة تعمل فيه اعلانات اكيد احسن بكتير من 10 يورو او 10 دولار اللي شفناها هون هاد المنتج سيكسي و بيروح هلا بضمن لك انا هاد المنتج اذا بتعمل فيه انت اعلانات انا بضمن لك انك تجيب مبيعات طيب كيف بدي اعمل اعلانات عندك الحل الثاني بتروح بتعمل له بايناو بتشتريه بتبعته لعندك عالبيت لو اين تبعته لعندك عالبيت شح مجاني 5 يورو ما حتموت جوع اذا بتدفع 5 يورو واذا ما لك استعد تدفع مصاري ما حد قده تنجح فبتجيب المنتج لعندك عالبيت وبتعمل ان هاد عامل الزلمة هاد زلمة ابو ضايق احبه على عيني وراسي مرتب هاد الزلمة شو عمل صور اخذ المنتج لعنده حطه بالسيارة وصور حطه بالسيارة وصور حطه بالسيارة وصور يحط لك انه بدل هيك اعمل هيك شايف شوف المنتج هات واو جديد شوف شو بيعمل وتصور اعلانات 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 وتنزلهم كلهم على السوشال ميديا تشوف شو جاب مشاهدة والله عندك هاي جات 20 مليون او 5 مليون او هاي جاب 10 الاف او ممكن جوب 2000 بس او 5000 ما بهم خذ الفيديو اللي جاو كتير مشاهدات واعمل فيه اعلان على التيك توك او اعمل فيه على الانستجرام ريلز او على التويتر او على سنابشات اختاري منصة اللي بدك اياها انت تمام اذا بتشوفها انزب للمنتج تبعك وبتجيب المصاري وبس شايف انا هيك ببحث عمونتج فلذلك انا بدي اياك تدور عمونتجات انا برأيي ابمن هين فيديو نعمل تجربة تانية وندور عمونتجات تانية غير هاد هاد منتج رابح نكتوب مثلا اه كرسماس جيفت كرسماس جيفت كيفت شو عبي ببعتو الناس كريسماس جيفت هديتي كريسماس كريسماس جيفت ايديا كريسماس اوه حلوة هاي بس ما بتنبع مشتبع شوكولاتة انت بحشتري شوكولاتة ورخيص تبع بالغالي كريسماس جيفت شو هاي ام نا كريسماس جيفت ايديا ستمائة الف اوكي شو هاد شمعة ماشمعة وارشياء ديكور طائية صابون ايباتشز اوكي عبشوف شو ممكن بعمل هدول هدا الافكار عبتحطوهن هاي البنت عم عم بشوف اول شي شو عم بشوف وان في كتير ال views انها هون في 2 مليون view بس هاي صنع يدوي اكيد ما حبيت انا شي صنع يدوي بتجاهل وبكمل امازون gift ideas حلو هاد اربع مليون امازون gift idea شو هاد هاد كل بعرفو هاد باع كتير هاي شنطة تبقى كتير كمان انه كل البنات بحتاجوا هاي شنطة مش هو لابد حلو وكول بس ما الان الناس بحتاجو هاي كمان الان الناس بحتاجوا هاي شي بس اول حدا فكتير كتير عجبتني شو هاي glass tumbler طيب نكتب glass tumbler نحنا تكتب هلا glass tumbler ميتين الف اثنين مليون ميتين الف اثنين مليون تحكي ع المنتج قداش نمليح المنتج واو اوكي glass tumbler اثنين مليون قداش سعر هاد glass tumbler ها مثلا كل المنتج رايع اغلبية البنات حيشتروه الصراحة زيشوفوه بس انه حلو طيب قداش حق على لمازون glass tumbler glass tumbler هاد حقق خمسة عشر دولار ميتين باع اوكي هون الف باع باع الشهر الماضي هون عندك الفين باع باع الشهر الماضي هون عندك الفين باع باع الشهر الماضي الف باع باع اربعة عالف باع بس هادا هادا كتير هادا اوفر تلات عشر ها مستحين ننسى المنتج انا ما هقرب عليه هاد ليش؟ لانه مع انه اعلاناته جاعت كتير مشاهدات بس ما كتير الناس ياللي عب يشتروه او خلينا نشوف هاد المنتج ممكن نغير رأيه خمسة عشر دولار قليل خمسة عشر قليل يعني هو شو حيكون حققه حيكون حققه شيء خمسة تقريبا ما هيك glass tumbler على express glass tumbler glass tumbler اللي بدنا يا او اذا في منه ايي اذا في منه نوعا ما قريب على هاد انسى غالي كتير غالي كتير حلا في كتير ناس من اول ما انا بلش بالمجال لحد الان كانوا يقولوا وما زالوا يقولوا وانو القوعة تبلش بالزجاج انا شخصيا كمان لاقو شجعي كتير انك تبلش بالزجاج ولكن بعض المونتاجات ممكن تعمل استثناء وتبلش فيها مع انه زجاج ليس كل شيء ولكن استثناء تنعمل القاعدة خلينا نكمل شوف شي منتاج للفترة هاي او فينا الوينتر يعني شخصيا بتحتاج انت بالوينتر شو هاي هاي ما اليوم هاي بتبيع عالاكيد هاي شخصيا بتحطها بايدك بتكوزها الزر تدفي الايد عالكهربا تشحفها كمان جوالك شايف معرفان نيم هي قديم المونتاج بس في شي اسمه ماركت ريسايكلين الماركت ريسايكلين يعني لما انا اليوم يكون عمري 18 سنة بحتاج اشياء للناس ينعمر 18 سنة بعد سنتين صار عمري 20 سنة ففي اشياء انا بحتاجها ما كت احتاجها قبل صرت احتاجها فهي موجودة بالماركت قديمة وانا شي جديد ولكن جديدة بالنسبة لي لان انا ما كت احتاجها هلا صرت احتاجها فلذلك بتلاقي منتجات بتنباع من اربع سنين وخمس سنين عمتش انت بتقول انه انا صلي عمشوف هات المنتج اربع سنين او ثلاث سنين مع اول ساعة ما ببيع اكيد مات هو ما مات هو مات السنة الماضية لجمهور السنة الماضية جمهور هاي السنة لسه ما بيعرفو جزء منه اكيد بيعرفو ولكن جزء التاني ما بيعرفو لذلك بتلاقي انت اعلانات من 1900 وشوي لمنتجات معينة انت بالنسبة لك ما مهمة عم تشوفها اسمها مهمة واحد تشتريه ولكن هيجي وقت تشتريه مثال صغير المخدة الفرشة مشدت الظهر تبع اللي بشدت لك الظهر هايك لورا هذول المنتجات انت بتشوفها دائما تقول انه خلص فهمناها بس لما يوجع على ظهرك بصير بتشتريه انت كنت بالسوق لقلها بالوقت يلي هو سنة نقول 2024 بس بـ 2020 ما اكد انت بالسوق لقلها فالناس يلي عم يروجوها بـ 2020 كانوا عم يستاذفون الناس يلي بالسوق لقلهم بـ 2020 والناس يلي عم يروجوها نفس المنتج بـ 2024 عم يستاذفون الناس يلي السوق اللي اقلهم الان بـ 2024 وضحت تفكرة؟ هذا الشيء اسمه إعادة تدوير الماركت السوق بيضل بيكرر نفسه فلذلك المنتجات المثبتة للنجاح تنجح كل سنة فالاسهل اذا انت خبير شوي متل ما اسهل انا عندي خبرة الحمدولله بهذا المجال بعدما انا اقعد كم مرة دور ع منتجات جديدة فنشوف شو المنتج ينجح السنة الماضية وجاب مصاري فحورجيكم منتج جاب مليون سبعمائة ألف السنة الماضية طبعا عليه منافسة ولكن حورجيكم نعمل هيك هذا المنتج اسمه هيتد فست هذا المنتج السنة الماضية احد الاشخاص جاب شخص واحد جاب فيه بالمتجر تبعه مليون سبعمائة ألف بس لمين باعه؟ طبعا انت في شغلة ما فيش اسمه منتج مع تبيع فيش اسمه طريقتك بالتسويق مع تبيع فشلون باعه هاد الزلمة للمنتج هات؟ هال المنتج انت جاكيت وتحط له بطارية وبتكبس الزر عم بسي بسخن حاله وبتلقلو ثلاث مودات وسط وضعيف وقوي فشلون باعه للزلمة؟ كل الناس عبتقول انه هذا منيح للرجال ام هو شو قال للنساء وفي واحد تاني شو عمل؟ يوان جاب مصاري ما اجاب مليون شوي جابت حوالي مية ميتين ألف قلنا هدوك التابعون على تويتر شو عمل؟ شغلة كتير حلوة ما اجت ببال حدا شي اللي هي انه صاري استادف الناس يلي بيشتغلوا بالعمال بكندا يلي بيشتغلوا بالبرد والتلج انت كعامل بداك هيك شي وجاب حدا من العمال يعمل هيك شي وهلا انا ببالي فكرة مثلا فيك تعمل انت الشخص يلي بيشتغل سائق شاحنة او سائق سيارة فيك تبعت المنتج تبعك لقلو وتخليه هو يصور او تعمل انت اعلان وتقول انه انت كسائق سيارة اليوم او كسائق شاحنة برشته بدك هيك شي بوفر عليك تكاليف بيوفر كذا بوفر كذا وبيدفيك بسرعة حاول دائم خاطب الناس حسب هنا كيف يفكره في ناس بهمون الاوفر في ناس بهمون الاحسن في ناس بهمون الجود الاعلى الاسرع شو بيهموش سائق شاحنة؟ سائق شاحنة اصلا ما كتير غني وإلا ما كان اشتغل مثلا شغلي متعب كتير كان اشتغل شغلي تاني فغالبا بيكون عايها اما باسس حاله اما بيشميع رأس مهنه لان فيه مصاري اما هو بيحبه غالبا ما هو بيحبه غالبا ما هو بيحبه فلذلك تاخد انت الغالبية العظمى يلي ماهن بيحبوه وتشوف والله في عندك 200 ألف او 500 ألف سائق شاحنة بدي اعمل له منتج يلي هو هذا المنتج التدفئة لصائقين الشاحنات وبصي كل اعلان لك وبكلامك وبحكيك بس بتحكي عن صائقين الشاحنات وانا بقول لصائقين الشاحنات يشتروا المنتج تبعك وبتسعر المنتج بما يتناسب مع صائقين الشاحنات وهيك انت لقيت منتج شتوي فيا اما بتدور يا اما بتشوف الماركت شو عملت ريسايكل شوفي منتجات السن الماضي انت شفتها عم تبيع وهي السن انت في يصير دورك وانت تبيعه بس اعطيكم الف عافية اتمنى التوفيق والنجاح للجميع هيكسرنا حاكين اليوم على طريقتين لا تلاقي منتجات حاكينا عن المنتجات ممكن تبيعه انت الان بالشتة علمتك عرفتها طبعي بقلك لا تعطوني سمكة بل علمني كيف اصيد انا اليوم اعطيتك سمكة وعلمتك كيف تصيد فخبروني شو حابينشوف في فيديوهات قادمة بالتعليقات تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة